بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابتها الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن الكسب الحرام ومن صور الكسب الحرام الاحتكار للسلع الاحتكار للسلع في هذا الوقت الذي يعاني فيه الناس هو كبيرة من الكبائر لأن المحتكر يضيق على الفقراء والمسكين وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية إن هذا المال حلوة خضرة أي ابتعدوا عن فتنة المال ابتعدوا عن الحرص والجشع والطمع إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس أي بطمع وبحرص لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع أي هذا المحتكر يأكل ولا يشبع ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زر يا أبا زر أترى كسرة المال وهو الغناء قال نعم يا رسول الله قال يا أبا زر أترى قلة المال هو الفقر قال نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك إنما الغنى غنى القلب وإنما الفقر فقر القلب وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن الغنى في القلب وإن الفقر في القلب فمن كان غناه في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ما لقي من الفقر والضيق ومن قلة المال لا يضره غناه في قلبه ومن كان الفقر في قلبه لا ينفعه ما أكسر له من الدنيا مهما أخذ ومهما كان عنده من المال لن يشبع ولهذا تجلى هذا المعنى في وصية رسول الله لحكيم بن حزام يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة من يقول غير ذلك نعم المال فتنة المال حلوة خضرة لكن ينبغي على الإنسان أن يأخذه بسخاوة نفس فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع لقد قرأنا عن الصحابة الكرام وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نترك تسعة أعشار الحلال يعني تسعين في المئة من الحلال يتركون لماذا؟ مخافة الوقوع في الحرام يتركون الكثير من الحلال بسبب الشبهة التبس عليه الأمر هل هذا الشيء فيه شيء من الحرام أم لا؟ فتركه كله وقد قال ابن المبارك لأن أترك درهما من شبهة يعني أنا أشق فيه هل هو من حلال أم من حرام لأن أتركه أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم وقد جاء في الحديث إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال هذا المال فتنة اقنع من العيش ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه قد تجمع لغيرك وتحاسب به قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه فاقنع من العيش ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد المال وعبد الدراهم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار ويكفي أن الله لا يستجيب دعاءه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة فاحرص على الحلال ولو كان قليلا وهذه رسالة إلى التجار وأقصدوا الذين يحتكرون السلع على وجه التحديد اتقوا الله في الناس فإن متاع الدنيا قليل وإن الغناء غنى القلب وقد قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله يا من تحتكر السلع واتركوها ببركة الله فإن الله يبارك في القليل إذا كان من حلال اللهم ارزقنا الحلال ووفقنا لما تحبه وترضاه احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته